موسيقى في البداية طبعاً لدينا برامج تمهينية للمعلمين بالتنسيق مع كلية البحرين المعلمين فالمعلم يخضع لدورات تدريبية مكثفة من قبل كلية البحرين المعلمين ويخضع أيضاً لبرامج تدريبية معتمدة داخل وزارة التربية والتعليم ونربط ترقية المعلم وتقدمه الوظيفي بالتنمية المهنية بمعنى كل معلم لابد أن يحقق ساعات تمهينية تضمن له استمراره في المادة العلمية وتضمن له استمراره في معرفة كل ما هو جديد في مادته العلمية بالتالي وزارة التربية تربط ما بين الترقي الوظيفي وفي نفس الوقت التمهين للمعلم وكل هذا في الوقت طبعاً هذا فضلاً عن الدورات التدريبية التي تقام داخل المدارس ولله الحمد لدينا عدد كبير جداً من المعلمين الذين أصبحوا مدربين معتمدين للوزارة فيسهمون أيضاً في تدريب غير هم من المعلمين بهذه المناسبة حب أهن جميع المعلمين والمعلمات صاحبي أشرف مهنة ياماً تألقوا إخلاصاً حباً عطاءاً وتضحية هنيئاً لكم هذه المنزلة الرفيعة كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم المعلم العالمي أرفع القبعة لكل معلم ومعلمة إكباراً وامتناناً للدور الذي يقومون فيه وللرسالة العظيمة الذي يحملونها وللأجيال الذي يؤسسونها فهم أساس هذا الوطن ونوجه شكر تحديداً إلى وزارة التربية ومثلاً بسعادة الوزير دكتور ماجد بن علي نعمي لما قدموا في الوزارة من تطوير وتدريب وتأهيل للمعلمين ووصول فيهم إلى مستويات متقدمة مقارنة مع بقية دول المنطقة بمناسبة يوم المعلم أحبهني جميع المعلمين والمعلمات الصراحة مو في كلمة توفي حقكم إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك في جهودكم كلها طبعاً أحبهني المعلمين وهني نفسي بمناسبة يوم المعلم وأحب أشكر وزارة تربية التعليم على اللافتة الجميلة منهم بالحفل الجميل اللي قاموا بهذه المناسبة طبعاً حبيت أبارك لجميع المعلمين والمعلمات في مدارس مملكة البحرين على هذه المناسبة العزيزة علينا مناسبة اليوم المعلم العالمي اللي صادف الخامس من أكتوبر وأتمنى إن شاء الله أن يكون هذا انطلاق ودافع إن شاء الله للعطاء المزيد إن شاء الله من قبل المعلمين طبعاً يوم المعلم يوم عالمي تحتفل فيه جميع الدول مناسبة اليوم تاريخ خمسة أكتوبر فرحة لجميع المعلمين وبهجة لنا ذكرة طيبة نستذكر فيها معلمينا السابقين شعوري اليوم كل فخر بتكريم الوزارة لنا وهذا يدل على حسن تقدير من الوزارة تبدأ فيه بعام دراسي جديد إن شاء الله من بوشر إن شاء الله دماء بالخير والتفاؤل وهذا رح يننكس إن شاء الله على النتائج وعلى الطلاب عندنا في المدارس